السلام عليكم ورحمة الله أميرة الغاليات. أتمنى أن تكونوا بخير على خير أنتم كنت تشاهدوا هذا الفيديو اللي سيكون فيه جوج حيال لطريقة باش نخيطوه التوب ديال الموبره يعني هذا البنت اللي كي يكون كيتجبد اسم دياله الموبره يعني ممكن تستعملي نفس الطريقة بالنسبة ل التوب لكرا يعني اللي كيتستعمل في البوديات أو لا تفا البيجامات يعني التوب ديال البيجامات اللي كي يكون بحلقة ديال الموبره التوى كيتجبد يعني ممكن يخدموا لكم جوجه حيال وبالنسبة ل البنات يعني التوب كي ما قلت لكم هذا يعني كي يكون هذا العادي يعني المشكلة دياله أنه كيتجبد من طول أو من العرض يعني سواء الطول أو ولا كيتجبد ومن العرض التوى يعني يعني ما ممكنش تقولين نحصله على العرض أو لا على الطول باش الاحساب هاد تجبيده اللي كيتجبد ولا كيب شتوى البنات يعني هادرها العرض والطول يعني بحال بحال يعني من أي جهة والمشكلة اللي كالقوة أنه نفش كنخيطوه كتجمع لنا الخياطة واللي كيتجبد لنا التوب يعني كيعطينا واحد المسافة كبيرة المعام ما كي يجي فزوين العكس ديال هادرها البنات هادرها الموبره عادي ولكن البنات هادئ هي اللي هادر لكم عليها يعني التاريقات الخياطة ديال هاد الموبره هادئ يعني كينا هاد النوع كينا المرايا كينا العادية اللي كانت في الول قاة يعني التوب موبره عادية وخما بقش بزاف المهم هنقول لكم انا التاريقات للخياطة فقط هنحتاجوا البنات لهاد الورق ديال هاد جورنا نقول للجريدة ورق الجريدة كنقطعوه شرائط بحالك يمكن لكم استعملوا ورق الدفتر عادي يعني راح بحال بحال وغادي نبتا معكم للحيلة اللولة غنجي لبلاصة اللي كيتجبد فيها اكثر يعني ادي شيها يعني اللي كيتجبد فيها التوب كثر وكما قلت لكم ممكن تستعملوا لأي توب عندكم غا تخيطوه كيتجبد يعني فاش كيتجبد كيتجمع لنا الخيط كما كتشوفوها يعني الخياطة كيتجبد والتوب كي يجي اكثر من الناس يعني متلا كيتوسع لنا ذاك البلاصة فيه كتشوه نتعطيني واحد دف وخايب فاش كنتساليوها اولا كيتقطعو لنا اود تاني الخيط يعني فاش كان جيو نزيرو كنتجبدو كيتقطعو على الخيط يعني كما تشوفو قلبنات يعني مخيطة هنا يهي بالغرزة نمرة ثلاثة فاصل ثلاثة ونص يعني كي يجبدها بالضبل كي يجبدها بالضبل هذا هو المشكل ورقينا البناتة لا يوجد حال نضيف نضيف ونضيف الحيلة اللولة نستعمل في هذا ورق الجرائد نضيف يجبدها بالضبل نضيف 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 اضعوا الورق على الحاشية تبقوا غاديا وانتم غاديا يعني كتشتوا سنتيم ديالكم عادي يعني بلا ما تلفوا متاشي حاجة شفتو حتى لو كنت قال البنت كتخيطوا الكابلي او السفارة خاصة الكابلي تأور البنت كتخيطوا بنفس طريقة حيث تضعوا الورق على التوب حيث تخيطوا الكابلي حيث الكابلي لا يمكن ان تخيطوا على التوب مباشرة يعني كتخيطوا الكابلي حيث المشكلة في هذا التوب يعني التفل الكابلي يبقى يجبد و يجبد أكثر خاصة انه الكابلي يكون قاسح و يزيد يعدوك في الخدمة حيث كما تشوفوا راتو ما جبتو متى شي حاجة هذا الورق رسالة تحيد يعني باش تقولوا في الخدمة أو لا شي حاجة راك نحيدوه بسهولة خاصة إلا كنت عندك بيسات قليل يعني رماضي شتو حلي يعني باش تسالي الخدمات كتبقيت حيدي بحالة كده هيا دبادية الغرزة نمرة ثلاثة ونصف يعني هي هي شوفوا الفرق بينها وبين هذه يعني نرى نفس الغرزة شوفوا الفرق بين هنا وهنا يعني نرى الفرق واضحة كما قلت لكم ماي عندي أنا الغرزة ثلاثة ونصف ممكن تخيطه بثلاثة او لا ثلاثة ونصف ولكن تخيطي السفاء الكابلي ممكن تديري ربعة يعني لكن تخيطي الكابلي ممكن تديري ربعة و لا ثلاثة ونصف رشتو أرام هي هذه يعني النرمال مو ثلاثة ونصف أنا عندي هذه الماكينة وعندي نمارة هنا يعني كنت تحكم في الغرزة أنتم مع الحساب الماكينة ديالكم لا تقدروا تديري ذاك الشي اللي بغيتو والحيلة الثانية البنات اللي هي هادي يعني فشات خيطو وتديري ذاك الوراق وما يصدق لكم يعني يقدر يكون هذا مزيار بززاف هذا البولون هذا يعني ولي كيتحكم في هذا الضغط يعني ولي كيتحكم في القوة باش تيهبط هذا الضغط يعني ذاك الضغط باش تيهبط على التوب يعني راه هذا يعني كيتحكم فيه ماشي هو ولي كيتحكم فيه يعني كين واحد الحديدة لداخل وهذا البولون هو باش كانت تحكم فيه حناية يعني باش نخفف الدغط يعني باش نخفف الدغط او لا نزيره إذا زيرنا كامل يعني راه كي هبط بزاف الصبات وإذا خففنا راه الصبات كي يجيه خفيف بالنسبة للتوب حنا اللي عندنا بغينا الصبات هذا ما يجيش اطقيل بزاف داكشي عنا شغن حلوه يعني ما ديش نباد نورمال هادي داب الخياطة اللي كنتو كتشوفو يعني هذا راه النورمال ديالو انا غادي نزيد نحلوه باش ما كان حلوه باش ما كان تطلع هاد للعيبة وهذا كي يخفف يعني هذا كي يخفف الضغط ديالو سافي غادي نحل شوية ونزيد نقوم نحبط هادي باش غاية تزييرها هادي كتعطينا العبار سافي كترجعها لبلستها ها هو المسافة اللي طلعات يعني ما تكتروش بزاف عبتني تتحيده حيثة داي المهم هو نخفو هادك التغطي لهات الصبات على التوب هادي تشوفو دباء الفرق لبنات يعني راه نفس التوب نفس الخدمة يعني راه ما بتلتشي حاجه هادي تشوفو الفرق بعينيكم يعني هادي نبدأ الخياطة نفس الخياطة لبنات هنية عندي نمرة الغرزة لربعة يعني هاني بتلع هادي نمرة هاني عرجع ثلاثة ونصف باش خيط دكترافة بجوجهم خيط بثلاثة ونصف غدا نرجعها ونكمل كيما كتشوفوه لبنات هاو التوب نمجبت ما تجي حاجه يعني التوب غادي مقاد يعني لبنات راه شوت الفرق بين اول مباشرة على بالسببات عادي وشوفو الفرق ديال دابة خففت هادي الضغط يلا هادي شوفو الفرق ديال الغرزة يا اول بنت ركيبة لكم شوفو الغرزة شحال جات صغيرة هنا هاية حيث التوب كانت تجبد وجات الغرزة هنا هاية هادي راه ثلاثة ونصف بحالها بحالة جيال اخرى هنا يرا فيها ربح ما تدوش عليه هنا يقول لي فيها ثلاثة ونصف بحال هنا شوفو الفرق يعني راه باين وواضح يعني فاش نجبدو هنا هادي هادي الغرزة بحالها وبالنسبة لتقطع لبنات رما تقطع لتشي حاجة وبالنسبة لبنات كنت شفتها ولكن ما زال ما جربتها صراحة نجربها ونجربها فيها عادي كساطة نقول لكم واش فعلا كعينة او ما كعينة هي انه مؤخرا كتاخدها يعني ذاك السبات يعني ذاك السبات كتدور عليه سكوتش العادي يعني سكوتش العادي هادي الغرزة اللي كيكون اللي كراء او للمبرأ يعني هادي هي الحين اللي كنستعمل كانت من الفيديو يكون الاعجاب ديالكم والبنات وستفتو من هاد النصائح اللي قلت لكم تلقا في فيديو جديد ان شاء الله وما تنسوش تبخلو عليا بلاي لايك ديالكم واشتراك الى كنتي اول مرة تشوفي الفيديو